موسيقى مرحبا بكم عزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية لصف الرابع الابتدائي درسنا اليوم يونت 6 لسن 7 اليونت السادس الدرس السابع أنوان الدرس there was أو there were كان هناك موجودة صفحة 86 من كتاب الطالب صفحة 84 من كتاب النشاط قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب اللي اسمه الأستاذ طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الرابع الابتدائي كذلك يتم نشر هذه الحلقات حلقات دورة الرابع الابتدائي اعبر فيجنا على الفيس بوك اللي اسمه طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية اللي تقدرون تقومون خلال هذا المعرف صفحة 86 من كتاب الطالب مكتوبة على صفحة there was and there were there was with there were معناها كان هناك لكن لكل واحدة استخدام مثل ما راح نجي نوضح إن شاء الله بالدقائق القادمة أسفلها مكتوب look and remember انظر وتذكر you have 30 seconds لديك ثلاثين ثانية ببداية الدرس الأستاذ راح يعرض هذه الصورة على التلاميذ يطلب من أدهم أن ينظرون إلى هذه الصور look and remember وكذلك يطلب منهم أن يتذكرون تفاصيل هذه الصور شن اللي موجود بيها وشن اللي موجود بيها خلال هذه الثلاثين ثانية يحاولون يحفظون شن اللي موجود بهذه الصور بعدها يخفى الصور على الأستاذ وش يطلب من أدهم يقولهم cover the pictures غطوا الصور and read these words وقرؤوا هذه الكلمات فبعد ما يطلب من أدهم أن يسدون الكتب أو يغطون هذه الصور يبدأ يسألهم يقولهم where there books هل كان هناك كتب بعد ما نظروا للصور وحفظوا تفاصيل الصور حفظوا الموجود بالصور يسألهم الأستاذ هل كان هناك books كتب فالتلميذ المفروض حافظ أو حفظ الموجود بالصورة فإذا كانت أكو صورة كتب فش يقول له مثلا يقول له there were books كان هناك كتب هنا ننتبهي الأمر أنه إذا كان هذا الشيء مفرد أقول there was وإذا كان جمع أقول there were بما أنه books جمع فأقول there were books كان هناك كتب وين كان هناك؟ في الصورة يقصد بها الأستاذ يسأل مرة أخرى يقول لهم مثلا was there an egg هل كان هناك بيضة؟ egg معناها بيضة فالتلميذ يحاول يذكر بالصورة نعم موجودة بيضة فش يقول بمعنها مفرد يقول there was an egg كان هناك بيضة الأستاذيس المرة أخرى was there a river؟ هل كان هناك river نهر؟ فالتلميذ يحاول يذكر نعم كان هناك نهر فش يقول بمعن النهر مفرد there was a river كان هناك نهر بعد الأستاذيس المرة أخرى was there a slide؟ هل كان هناك slide زلاقة أو زحليقة؟ فالتلميذ يحاول يذكر الزلاقة مفرد فيقول there was a slide نعم كان هناك زلاقة بعد were there socks؟ هل كان هناك socks جواريب؟ فالتلميذ يحاول يذكر نعم كان هناك جواريب فيقول there were there were socks كان هناك جواريب were there cookies؟ هل كان هناك كعك أو معجنات؟ نعم هذه هي المعجنات فيقول there were cookies كان هناك معجنات أو كعك was there a swing؟ هل كان هناك swing أرجوحة؟ نعم كان هناك أرجوحة مفردة فش يقول there was a swing كان هناك أرجوحة mug was there a mug؟ هل كان هناك كوب كبير؟ mug معناها كوب كبير فالتلميذ يحاول يذكر لأن الصورة باعتبارها مغطات فيقول نعم there was a mug كان هناك قدح كبير sandwich was there a sandwich؟ هل كان هناك شطيرة؟ نعم هذه هي الشطيرة فيقول there was a sandwich وهكذا مع البقية stones صخر rays سباق وورنجز برتقال إذن هذا النشاط عبارة عن لعبة الأستاذ يعرض هذه الصورة من بداية الدرس لمدة 30 ثانية التلاميذ يحفظون اللي موجود بالصورة شن الموجودات بالصورة وبعدها الأستاذ يسأل هل هناك بيضة؟ هل هناك نهار؟ إلى آخره لكن باللغة الإنجليزية مثل ما وضحنا بعدها بعد ما خلصنا هذا النشاط ننتقل للنشاط الآخر هنا نريد يثبتني على القاعدة يقول لي there was تستخدم مع البوك بوك معناها كتاب مفرد أما there where تستخدم مع البوكس معناها كتب إذن تستخدم مع الجمع ال was مع المفرد وال where مع الجمع وعندي ملاحظة أخرى أن المفرد يجي قبلها أما أي أو أي أن شن هاي الأي والأي أن؟ الأي والأي أن تستخدم قبل الأسماء المفردة إذا لاحظتوا there was a book كان هناك كتاب بوك كتاب مفرد استخدمت قبل أي بينما بالجملة الثانية there was an apple أبل تفاحة هم كذلك مفردة استخدمت قبلها أي أن شن هاي الأي والأي أن هذن نسميهن أدوات تنكير يجن قبل الأسماء المفردة شرط أن يجب أن يكون نعرف ان هنا الحروف الصحيحة وحروف العلة حروف العلة الحروف العلة وحروف عام والإي والآي واليو أما بقية الحروف فهي حروف صحيحة هسا الآي قبل الاسم المفرد الذي يبدأ بحرف صحيح هذا اسم مفرد بوك اسم مفرد بدأ بشنو بدأ بحرف بي حرف البي حرف صحيح خليت قبل أي اسم مفرد وبدأ بحرف صحيح أخلي قبل أي اسم مفرد وبدأ بحرف علة أخلي أي أن أي أن تستخدم قبل الاسم المفرد الذي يبدأ بحرف علة إذن الأي والأي أن قبل الأسماء المفردة منتهي من عدها شيء نحفظه أن الأي والأي أن تأتي قبل الأسماء المفردة الأي قبل الاسم المفرد الذي يبدأ بحرف صحيح هذا مفرد بدأ بحرف صحيح أخلي إلى أي هذا مفرد بدأ بحرف ألا أخلي إلى أي أن هذا ما يخص القاعدة there was مع المفرد والthere were مع الجمع الأي والأي أن قبل الأسماء المفردة الأي قبل الأسماء المفردة التي تبدأ بحرف صحيح ولأي أن قبل الأسماء المفردة التي تبدأ بحرف علم هنا أنا يقول لك لا تنظر إلى الصور حاول تكون لجمل باستخدام يقول لك يطيك نقطة على كل جملة تقولها كل جملة صحيحة وأحسب بالأخير نقاطك فمثلا نحاول نكون جمل على الصورة السابقة مثلا نقول كان هناك بيضة البيضة مفردة فش أقول البيضة شنو بالإنجليزي الأيك بدأت تحرف علم فش أخلي أخلي أي أن أخلي أي أن أقول كان هناك بيضة أو مثلا نقول كان هناك برتقال أورنجز جمع ما خليت قبل لا أي ولا عين هذا ما يخص هذا النشاط مجرد أخذنا القاعدة حفظنا الأي والأي أن قبل الأسماء المنفردة شك تستخدمهن ننتقل للنشاط الآخر Ask and Answer اسأل وأجب إحنا هنا رح يكون النشاط بين تلاميذ اثنيا قبل دقائق الأستاذ كان يسأل ما الموجود في الصورة مثلا هل كان هناك بيضة was there an egg where there oranges هل كان هناك بارتقال هل كانت هناك بيضة أما بهذا النشاط رح يصير تحدي بأن تلاميذ اثنيا مثلا التلميذ الأول يقول there was an apple كان هناك تفاحة إذا كانت جملت صحيحة التلميذ الآخر يقول له one point نقطة وإذا كانت جملت خاطئة فما ينطي نقطة وهكذا مع التلميذ الآخر يقول له مثلا there were oranges كان هناك بارتقال فإذا كانت صحيح يطي نقطة وإذا كان خاطئ ما ينطي وبالأخير التلاميذ يحسبون نقاطهم هذا مجرد كذلك مشات صفي من خلال الصورة يحاولون يسئلون ويجاوبون التلميذ يسأل والآخر يجاوب والتلميذ الأول والنوب يسأل والآخر يجاوبة ننتقل إلى كتاب النشاط find the verbs in the past form جد الأفعال في الشكل الماضي منطيني مجموعة من الحروف المباثرة يطلب من عندي أني ألقى الأفعال اللي بالصيغة الماضية منطيني كمثال هو أدور بالسطر الأول عرضا ألقى كلمة took took معناها أخذ بالماضي هذا فعل فأحط دائرة عليها وش طبعا من القائمة إذن لازم ألقى ذنب الأفعال بهذه الحروف المباثرة فأحاول أدور بالسطر الأول أكبعد كلمة ثانية ماكو أدور بالسطر الثاني ما لقيت كلمة أدور بالسطر الثالث لقيت كلمة eight eight معناها أكلة فألحوطها جردار عليها وأشطبها من القائمة أين لقيت؟ هذه eight أشطبها بعد أحاول بنفس السطر ألقى كلمة أخرى بالماضي أدور لقيت كلمة state state معناها بقية بالماضي stay يبقى state بقية أأشرها وأشطبها من القائمة وين استيد بالقائمة؟ هذه state أشطبها بعد بالسطر اللي بعدها أحاول ألقى كلمة دورت ما لقيت أبحث بالسطر اللي بعدها دورت لقيت كلمة give give معناها أعطى give يعطي give أعطى دورت ما لقيت give بالقائمة إذن هذا الفعل أنا لقيته وهو ما طالب من عندي إذن هذه نقطة تنضاف لي بعد أبحث على فعل آخر دورت بالسطر ما لقيت أبحث على السطر اللي بعدها كذلك ما لقيت بالسطر اللي بعدها نعم لقيت كلمة bought bought معناها اشترى الماضي ما الباي أأشرها وأشطبها من القائمة bought بعد ما بحثنا بالأسطر العراضية نجل الآن نبحث بالأسطر العمودية كذلك نحاول نلقى أفعال بالأسطر العمودية فبالسطر الأول أدور لقيت فعل ماضي ما لقيت أبحث بالسطر الثاني لاحظت أن هنا الفعل washed washed معناها غسلة washed يغسل washed غسلة كذلك أشطبها من القائمة هذا الفعل washed لقيته أشطبها أبحث عن فعل آخر بالسطر الثالث ما لقيت أبحث بالسطر الرابع لقيت الفعل had أشطبه وأشطبه من القائمة الفعل هذا لقيته بعد بالسطر اللي بعده لقيت الفعل so so ra see ra so ra أشطبه من القائمة كذلك أبحث عن اللي بعده بالسطر اللي بعده لقيت swam swam معناها سبحة swim يسبح swam سبحة كذلك أشطبه من القائمة هذا الفعل swam أبحث عن السطر اللي بعده دورت ما لقيت بالسطر اللي بعده لقيت الفعل played played معناها لعبة play play played لعبة أشطبه من القائمة وبعد السطر اللي بعده دورت ما لقيت أبحث عن فعل آخر لقيت الفعل went went معناها ذهبه ذهبه بالماضي go يذهب went ذهبه كذلك أشطبه من القائمة بقى عندي فقط الفعل said أدور علي لقيته في هذا الفعل said s-a-i-d said معناها قال سيقول said قال كذلك أشطبه من القائمة هذا ما يخص هذا النشاط منطين مجموعة من الأحرف المباثرة يطلب من عندي أن يلقى الأفعال بصيغتها الماضية كذلك مثل ما ذكرنا أنه هذه الأفعال اللي بصيغة الماضية يجيب أن أحفظها أملاء ومعاني لأن كل الأنشطة مال هذا اليونت متعلقة بحفظي لمعاني وأملاء هذه الأفعال ننتقل إلى النشاط الآخر ليناز دي يوم لينا read and count اقرأ وقم بالعد how many things did لينا do كم عدد الأشياء التي فعلتها لينا في يوم واحد هذا الجمل قالتها لينا عن نفسها لمجموعة من الأشياء اللي قامت بيها خلال يوم واحد يقول لك اقرأ وعد قم بعد الأشياء اللي فعلتها لينا بيوم واحد بمثلا نمبر وان لينا تقول I took a bus أخذت حافلة يعني استقليت حافلة هذا الشيء الأول نمبر وان نمبر تو الشغلة الثانية I stayed with my grandma بقيت مع جدتي I swam in the sea نمبر ثري سبحت في الشاطئ نمبر فور رابعا I ate a fish أكلت سمكة نمبر فايف خامسا I played football لعبت كرة القدم نمبر سيكس I bought an ice cream اشتريت ice cream نمبر سيبن سابعا I went to the park ذهبت للمتنزة نمبر ايت I did my homework عملت واجب البيت نمبر نين I said hello to my friends قلت مرحبا لأصدقائي نمبر 10 I saw fun park رأيت متنزها ممتعا نمبر 11 I washed my hands غسلت يدي نمبر 12 I had my lunch حظيت بوجبة الغداء أما نمبر 13 I was tired كنت تعبانة نمبر 14 رابع عشر I went to bed ذهبت إلى النوم بعد ما قمنا بعد الأشياء اللي عملتها لينا خلال يوم واحد اللي هي 14 أو 14 حدث عملتها لينا يطلب من عندي tell your day to your partner أخبر يومك لزميلك كذلك سوي لي جمل مثل ما سوت لينا عن اليوم الخاص بيها سوي لي جمل باستخدام هذه الأفعال شون يعني مثلا I took أنا أخذت أكمل الجملة مثلا أقول I took my little sister to school أخذت أختي الصغيرة إلى المدرسة بعد أكون جملة ثانية I stayed بقيت لعنا كذلك دي يدربني على استخدام الأفعال الماضية مثل ما وضحنا نعيد ونكرر أن هذه الأفعال جدا مهمة وقدر المستطاع نحاول نحاول نحفظ معناها على موضوع نقدر نحل نشاطات المتعلقة بيها لأن تعتمد كل الاعتماد على حفظي لمعناها الجملة الثانية I stayed أنا بقيت كذلك أحاول أكملها مثلا I stayed with my uncle and aunt بقيت مع عمي وعمتي نمبر ثري ثالثا I swam أنا سبحت شون تكمل المناسبة أكمل مثلا أقول in the swimming pool في حوض السباحة أو أقول in the river في النهر أو in the sea في البحر إلى آخره إذن دعا أكون الجمل باستخدام الأفعال الماضية اللي منطيني إياها واللي أنا حافظ معناها مسبقا مثل ما وضحنا نبدو سابقة I ate أنا أكلت مثلا I ate fish and rice أكلت سمك ورز بعد I played أنا لعبت لعبت مثلا شنو فوتبول كرة القدم in the park في المتنزة I bought أنا اشتريت مثلا an ice cream اشتريت ice cream I went أنا ذهبت المن ذهبت مثلا نقول to the zoo إلى حديقة الحيوانات وهكذا I did أنا فعلت مثلا my homework واجب البيتي كون الجمل عن اليوم الخاص بي بعد ما كونت tell to your partner أخبر زميلي أقرأ هاي الجمل مع زميلي وأخبره عن اليوم الخاص بي شون قضيته هذا ما يخص هذا النشاط مثل ما وضحنا مسبقا كذلك هذا النشاط يحاول يخلينا تدرب أكثر على استخدام هذه الأفعال وصيغتني الماضية لأنها فعال جدا مهمة يجب أن أحفظ معناها إملاءها تفيدني بهذه النشاطات وبالمتحان التحريري وكذلك تفيدني بالمراحل القادمة ننتقل للنشاط الآخر كيف يبدو الطقس أو الجو في العراق read and write اقرأ هذه الجمل واكتب اكتب مميزات طقس في كل شهر من هذه الأشهر منطيني بأعلى التمرين hot and sunny hot معناها حار sunny مشمس حار ومشمس mild معتدل معتدل البرودة cold and rainy بارد وممطر نجي number one اولا in Iraq في العراق in January في شهر جنوري اللي هو الشهر الأول شهر واحد it is انه الطقس يكون فراغ شنو المميزات الطقس في شهر يناير أو شهر الأول من أشهر السنة نحن نعرف ان الشهر الأول هو شهر بارد فأقول cold and rainy بارد وممطر number two ثانيا in Iraq في العراق in March مارش يا شهر جنوري فبريوري مارش الشهر الثالث اذا في العراق في الشهر الثالث it's يكون الطقس شون يكون الطقس نعرف ان في الشهر الثالث يكون الطقس mild معتدل البرودة اما number three in Iraq في العراق in August في شهر August اغسطس يكون الجو hot and sunny عادة ما يكون تموزة وقاب فيكون hot hard and sunny مشمس هذه المفردات العبارات الجديدة حاول نحفظ معناها لان من ممكن تجيني بسؤال المفردات على شكل اسقاطات مثلا يقول ان اراك في العراق في شهر يناير يكون الطقس شون لازم اعرف cold and rainy وكذلك في شهر مارس شهر الثالث mild وشهر August hot and sunny نحاول نحفظ هذه المفردات لان من ممكن تجيني بالامتحان التحريري او حتى بالامتحان الشفوي يسأنيها الاستاذ داخل الصف او بالامتحان الشفوي المتعلق بنصف السنة ننتقل الى النشاط الاخير look say cover write uncheck هذه اللعبة اللي نرعبها بكل unit او الشي ننظر للكلمة look بعدين ننطقها نقول why cover نغطيها بيدنا بعدين نكتبها واحنا نغطيها بيدنا بعدين نتأكد اذا كانت كتابتنا صحيحة لو خطأ وكذلك مع المحاولة الثانية والثالثة وكذلك مع بقية الكلمات او الشي ننظر لها ننطقها اقول وين اغطيها اكتبها وانا اغطيها اكتبها مرة اخرى ومرة ثالثة وتأكد من حلي وكذلك مع بقية الكلمات هذا مجرد يجري تزيد تركيزي على املاء هذه الكلمات من خلال هذه اللعبة البسيطة اللي يتم لعبها بداخل الصف من خلال كتاب النشاط هذا كان درسنا هذا اليوم اخذنا بمجموعة من الصور على شكل النشاط يتم اللعبة بداخل الصف الاستاذي يشوف التلاميذ الصورة ويطلب من ادهم انه يحفظون الموجود بالصورة خلال 30 ثانية ويسألهم هل كان هناك بيضة هل كان هناك برتقال وهكذا والتلاميذ يجاوبون من خلال هل كان هناك اللي وضحنا الفرق بين كل واحدة من ادهم واستخداماتها مع المفرد والجمع وذلك استخدامات الاي والان بالاضافة الى ذلك راجعنا بعض الافعال الماضية من خلال بعض النشاطات من ضمنها نشاط الحروف المباثرة ونشاط تكوين الجمل عن اليوم الخاص بي ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو اي سؤال او سفسار او اضافة حبون تقدموها تقدرون تتواصلون على حسابات الموجودة معكم على الشاشة